هزينا نرجع نفتكر الموضوع اللي كنا نتكلم فيه في الأول من شوية وهو أن السيدات ما شاء الله عالية بيختحموا كل المجالات أتكلمنا عن الملاكمة بس يمش الملاكمة بس الملاكمة والكاراتية والجودو وفي كثير من رياضات العنف تلاقي حتى السيوف والمبارزة تلاقي السيدات موجودات وحققا يعني مراكز عالية ومتفوقة في هذه الرياضات نعم يا لبناء لاحظنا أن في الأول الأخيرة أكثر يعني من العصور اللي فاتت دائما موجودين النساء عندهم هوايات حتى كانت في الأول يعني حصر على الرجال فقط المرأة اليوم يعني يمكن يعني في السلم الوظيفي أول مهني ما صارش فيه فرق بين يعني الرجل والمرأة هي تقلب من مناصب كثير طبعا تغلبنا عليهم أكيد في كثير من المناصب والدليل أنه المرأة صارت ربما يعني أنه وزيرة وصارت رئيسة وصارت ضابط شرطة طبعا ويعني حتى في المجال الرياضي كما ذكرت يعني أخذت جوائز وأخذت ميداليات حتى أتي إن شاء الله في القناة يعني أنتم شايفين أنه مفيش حاجة ممكن توقف المرأة على الإطلاق أكيد وأنت شايف غير؟ لا أنا شايف يعني هل في مهنة ممكن المرأة بتدخلش فيها؟ هو على حسب المهنة يعني مبارف وعلى حسب شخصية المرأة في حد ذاتها يعني أنه أصعب المهن أصعب المهن تشغلتها ونشف فيها أنه سؤال يعني عنده نصيب كبير من تفكير المرأة حرفت تفكير للحلقة الجاية يلا مشاهدين وصلنا نهاية هذه الحلقة أصباح على خير ترجمة نانسي قنقر